اشتركوا في القناة 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 والسبب ديالها سوء الزوار ومشاكل بين الجيران هذه المشاكل يمكن الإنسان يتلفها بالحوار أو كل واحد يدخل جواه كل واحد يباعد إلى واحد آخر ولا منصر إلى الدم ولا شي حاجة واحد آخر الجريمة الثانية اللي غدا نهضر عليها وهي متشابهة عند علاقة بسوء الزوار وقعات نهر الجمعة 24 ديجانبير 2021 لكن هذه المرة وقعات في واحد دوار سمية دوار الفقراء بإقليم مولا عقوب ناحية مدينة فاس واحد السيد كبير في السن مات وتدفن هالطنين يعني البارح بعد تشرح الجوتة دياله واللي قتله جاروا في الأربع عينات من عمره والسبب ونزاع حول الحدود ديال الأرض عندهم شي قطع أرضية متجاورة ببعضياتهم في دوار ونصدع لهذا التالي في الحد لهذا هو الحد ديال الأرض ايه واش خدس الريوسة وفارط الحقول تحية تعرض للضربة بموس وتصاب بنزيف ومات من يتازل السبيطار مش في الجامعي بندينة فاس قبل نقل جوتة دياله للسبيطار ديال الأرض الثاني بناء على عمر قضائي باش تشرح جوتة من طرف الطبيب الشرحي المتهم الأربع عيني تشد من طرف الجدرمية وتحقق ما حول ظروف وملابسات وحيتياتها الجريمة وغادي تحل وقدر أربع على الوكيل العام بمحكمة للسيناب فاس باش يتخذ القرار المناسب حقه على الأبحاث اللي افتحتها الضابط القضائي شكرا لتبعتوا الفيديو وانا لكم شكرا على ذلك والى فرصة اللاحقة دمتم اوفياء للقناة